تنضم إلينا من العاصمة موسكو الأستاذة علاج قد الكاتبة والباحثة في الشؤون الروسية أستاذة علاج مرحبا بك كيف سترد روسيا على مقاتلات F-16 الأمريكية التي أعطت واشنطن ضوءا أخضر بتسليمها لأوكرانيا مساء الخير لكم ولي المشاهدين الحقيقة خبر طائرات F-16 ووصولها إلى أوكرانيا ليس بخبر جديد للجانب الروسي من حوالي شهرين عندما اجتمعت مجموعة دول السبع في هيروشيما أعطى بايدن لها الضوء الأخضر بإرسال هذه الطائرات إلى أوكرانيا من هذا الوقت أخذت روسيا كما يقال احتياطاتها وبدأت بتجهيز استعداداتها المهم ليس أن تصل هذه الطائرات إلى أوكرانيا المهم هي استمرارية تواجدها على صاحة الحرب على صاحة القتال هل سوف تسمح روسيا لهذه الطائرات بالوصول أصلا؟ بدأت روسيا باستهداف المطارات حقيقة ولا ننسى أنه بأوكرانيا لا يوجد بنية تحتية لاستعمال هذه الطائرات نعم بدأ الجانب الغربي بتدريب الطيارين الأوكران على استخدامها لكن حتى الآن الطيارين ليسوا جاهزين روسيا تستخدم الوقت كورقة رابحة بالنسبة لها هي تستهدف المطارات كما أيضا لا ننسى أنه الوسائل الحرب الجوية والبرية والبحرية يجب أن تكون متكاملة في ساحة المعركة حتى تحقق نتائج ملموسة روسيا تعول على أن هذه الطائرات لن يكون أمامها فرصة للصيانة وللاستمرار في هذه الحرب وأيضا تعول بشكل أكبر على استهداف المطارات وتدميرها قبل وصول هذه الطائرات أيضا تعول على خزينتها الكبيرة من الأسلحة السقيلة ومن الأسلحة النووية التي تشير وتلمح لها روسيا بتكرار طيب ولكن أستاذ علاء أليس من المزعج بالنسبة لروسيا أن تمنح الولايات المتحدة الأمريكية الضوء الأخضر لدولة تلوى أخرى بإرسال هذه الطائرات لأوكرانيا تفضلت بأن هذه المرة ليست الأخيرة واليوم الجديد بأن هذا الضوء الأخضر منح لدنمارك وهولندا بكل تأكيد هذه الأخبار بلا شك هي مزعجة لروسيا ومقلقة ولا نستطيع أن ننكر إلى أن الحرب اليوم وصلت إلى مكان صعب جدا تستشعر روسيا المأزق الذي هي الآن موجودة فيه لكن روسيا تفهم أن هذا استفزاز غربي وخاصة من الولايات المتحدة الأمريكية وخاصة أيضا بعض الأحداث التي حدثت على الساحة الروسية في الفترة الأخيرة سواء من القمة الروسية الإفريقية وهذا الاستفزاز كان استفزاز للجانب الغربي والذي كان يشير إلى اتحاد روسي إفريقي وآسيوي الاستفزازات تستمر من الناحية الأوكرانية استهداف المسيرات للعمق الروسي كل هذه الاستفزازات لا تنتهي من الجانب الغربي وكلها تزعج روسيا وتخلقها لكن ما بيد روسيا اليوم إلا التعامل مع الوضع الحالي الاستمرار بالتقدم في المناطق شرقا في أوكرانيا نتحدث ميدانيا وأيضا عندما تستلم أوكرانيا هذه الأسلحة روسيا سوف تكشف عن خزينتها العسكرية والكثير من الأسلحة السقيلة التي نبه بلاديمير بوتين ووزير دفاعه شويغو أثناء المنتدى العسكري منذ ثلاثة أيام تقريبا إلى أن يوجد أسلحة سقيلة سوف تستخدم إذا لزم الأمر يعني هناك الكثير من الأسلحة من الممكن أن تستخدم أن تستخدم عاجلا أم آجلا طالما الوضع يتصاعد هكذا ومن ناحية البحر روسيا كشفت عن غواصات نووية يمكن أن تحمل صواريخ فرض صوتية أيضا يمكن أن تغير موازين هذه الحرب من ناحية البحر الأسود كما قلنا يجب أن تكون الأسلحة الدفاعية والهجومية في الحرب هي كتلة متكاملة مع بعضها متناسقة بحرا وجوا وبرا إذا لم تحل هذه المسألة يعني أعتقد أن هذه الطائرات وصولها اليوم لن يغير كفة الحرب تجاه أوكرانيا هي سوف تقلق روسيا وتزعجها كما في البداية عندما وصلت الصواريخ الباليستية والقنابل العنقودية أعرف الجانب الروسي عن انزعاجهم من وصولها لكن روسيا تدرك أنها لن تسمح للجانب الغربي بالانتصار على روسيا في هذه الحرب محما كلف الأمر وكما قلنا الورقة أكثر ورقة رابحة مع روسيا هي النووي الذي تشير وتلمح به ولا طالما عبر الدبلوماسيين الروسي على أن أي سلاح غربي يرسل إلى أوكرانيا سواء طائرات أو غيرها هو هدف مشروع للجانب الروسي نعم بخصوص التحذيرات الروسية أستاذ عولا كيف سيكون الموقف الروسي من سفينة الحاويات التي غادرت من أوديسا الأوكرانية عبر البحر الأسود روسيا سبق وأنحذرت من هذه الخطوة بكل تأكيد هذه الخطوة أيضا من ضمن الخطوات التي تزعج روسيا نحن تحدثنا أن كل هذه استفزازات منها الجانب الغربي روسيا تدرك وتفهم أن هذه استفزازات يجب أن تتعامل مها بمسؤولية روسيا ليست متسرعة بقراراتها لكن أعتقد أن هناك ردود حاسمة ونتذكر منذ عدة أيام أجبرت روسيا قبطان إحدى السفن في البحر الأسود على تفتيش سفينته رغم أنه رفض وتابع مسيره روسيا سوف تتابع بتفتيش كل السفن التي تمر في البحر الأسود وهي تدرك أنه عدم تمديد صفقة الحبوب هي أكبر ضربة للغرب والجانب الأوكراني وللجانب التركي الذي هو مستفيد حقيقة من أكبر مستفيدين من هذه الاتفاقية التي أنهيت لهذا كل هذه الدول اليوم تستفز روسيا وروسيا تفهم هذا الاستفزاز وتعرف أنه يجب أن تتعامل معه بزكاء أشكرك شكرا جزيلا ضيفتنا من العاصمة موسكو الأستاذ علاج حود الكاتبة والباحثة في الشؤون الروسية شكرا جزيلا أستاذ علاج